يواصل معبر رفح البري جهود إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة فيما تسبب الهجوم الإسرائيلي على موظف المطبخ المركزي العالمي في غزة بتكدس شاحنات المطبخ قبل بوابات المعبر مهدداً بوقف أعمالها في القطاع المزيد من التفاصيل يمدنا بها الزميل محمد عبدالصبور مراسل التلفزيون المصري من العلش زملائي في الستيديو ومشاهد تلفزيون المصري في كل مكان جهود مصرية مكثفة على الصعيد الإنساني والإغاثي فيما يتعلق بالمساعدات تجاه أهالي قطاع غزة إذا بدأنا بمعبر رفح ومرور ما يقرب من 276 شاحنة منهم 100 شاحنة عبر منفذ العوجة و 176 شاحنة عبر منفذ كرم أبو سالم بالإضافة إلى مرور أربع شاحنات الغاز هذا ويستقبل ولزال المعبر عدد من الجرحة والمصابين الفلسطينيين ويتم توزيعهم على المستشفيات المصرية وفقا لحالتهم الصحية بالإضافة إلى استقبال عدد من مزدوجي الجنسية وأصحاب الإقامات أيضا ميناء العريش البحري هو الآخر به سفينة تركية على متنها 3000 طن من المساعدات وبعد أقل من ثلاثة أيام ستأتي أيضا سفينة إماراتية وسيتم تفريغ هذه الحمولات للهلال الأحمر المصري ثم بعد ذلك سيتم تسليمها للهلال الأحمر الفلسطيني بالتزامن مع ذلك هناك المستشفى الإماراتي البحري الذي يستقبل عدد من الجرحة والمصابين الفلسطينيين ويقوم بإجراء بعض العمليات الجرحية الدقيقة لهم هذا بالتزامن طبعا مع مطار العريش والذي يقوم بعمليات إنزال جوي مستمرة بصفة يومية بالإضافة إلى استقبال المطار لطائرة جزائرية على متنها ما يقرب من 25 طن من المساعدات الغزائية والإنسانية يعني هذه الشحنات التي تصطف من بينها المطبق المركزي العالمي وربما هذه المنظمة لها قصة بعد استهدافها من جانب الاحتلال الإسرائيلي بالأمس وتهديد هذه المنظمة تحديدا لوقف عملياتها أو بالفعل هي قامت بوقف عملياتها الإنسانية والإغاثية داخل قطاع غزة وداخل هذه المنطقة لأجل غير مسمى ربما هذا يلقي بعباء إضافية على صعيد المساعدات الإنسانية والإغاثية داخل قطاع غزة وبالتالي يزيد العباء على مصر في الناحية الإنسانية والإغاثية كل هذا أخيرا بالتزامن مع قيام طبعا محافظة شمال سيناء من خلال مكتب خدمة المواطنين ومن خلال كل المراكز التي تصطدي في الجرحة والمصابين ومرافقين بتقديم كل ما يلزم لهم من وجبات إفطار وصحور بالإضافة إلى مستلزمات الحياة المعاشية إليكم زملائي في السنة